اصداد الله صباحكم مشاهدين اهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن اخر التطورات والاوضاع في لبنان قالت وسائل اعلام لبنانية ان تسعة قتلى سقطوا اليوم بغارة اسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة شبعة بالجنوب اللبنانية من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية انها احصت 92 قتيلا و 153 مصابا في الغارات الاسرائيلية على البلاد يوم امس ما يرفع عدد القتلى منذ تشرين الاول الماضي الى 1540 ووفق وسائل اعلام لبنانية قصفت اسرائيل مدينة بعلبك وبلدات عدة في محيطها وبلدات اخرى في قضاء زحلة والبقاع الغربي والبقاع الاوسط كما استهدفت اقضية صيدة وصور وبنت جبيل ومرجعيون وحاصبية وجزين جنوب لبنان اشتركوا في القناة 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 المترجم للقناة 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 جدا من أهاليها إضافة إلى أنه أيضا هناك بعض المناطق هناك موجات جديدة من هذه المناطق وتحبولها من المناطق التي بدأت تستهدف منطقة الغازية في صيدة تركز القصف عليها تعرضت إلى ما يقارب سبع أو ثمان غارات لمساعة هذه المناطق تنزح من جديد يعني إن كان السكان الجنوب الذين ينزحوا ونزحوا إلى صيدة الآن بدأوا ينزحوا إلى مناطق أخرى إضافة إلى أن الثلاث الأيام الأولى كانت الإحصائية أيضا إحصائية المصابين وصلت حتى خمسة ألاف وخمسمائة مصاب وإضافة إلى ما يقارب ستمائة وخمسين ضحية كانوا قد صحتوا إضافة إلى أن الدولة المدنانية كانت قد جهزت ما يقارب ستمائة مركز إيواء حتى اللحظة هذه المراكز التي جهزتها لا يزال هناك نقص في هذه المراكز طبعا البارحة كان هناك كثافة نيرانية أيضا صاروخية من قبل حزب الله وتحديدا بعد عملية الارتعال التي طالت قائد القوى الجوية في حزب الله في الضحية الجنوبية طبعا القوى الكثافة المارية التي نتحدث عنها ربعا كان قد قد استخدم حزب الله في أحد استهدافاته 80 صاروخ واستهدافين آخرين المتصيلين كل استهداف استخدف ربعين 50 صاروخا فيها يعني ما مجموعة أنه أطلقه باتجاه الأراضي المحتلة والتكامات والمقارات والألوية الإسرائيلية التي يقول أنه استهدافها كانت هذه المجموعة وصلت حتى 200 صاروخ فما فوق طبعا اليوم صباحا كان هناك له استهداف إلى أحد المستعمرات وكان قد استخدم فيها صاروخ فادي واحد والبارحة كان أدخل أيضا فلق اثنين إلى هذه المواجهة فأصبحت الصواريخ البعيدة المدى هي سيدة الموقف القبل حزب الله التي يحاول حزب الله استخدامها كانت فادي واحد واثنين وثلاثة وفلق اثنين وقادر واحد وكلها صواريخ بعيدة المدى يحاول حزب الله بهذه الرشقات الصاروخية إثبات أن القدرة الصاروخية له لم تتأثر بعد كل هذه الأهداف والغارات التي استهدفتها إسرائيل طبعا هذه الغارات استهدفت كما قال أكثر من ألفين هدف الجانب الإسرائيلي فيضافة إلى أنه ليلا كان هناك قد سمع رشقات نارية ربا هذه الرشقات النهارية كانت هي من رشاشات إسرائيلية من المواقع الإسرائيلية هناك أيضا تخوف من حالات تقدم كان أو تسلل من قبل حزب الله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتحديدا أنه منذ قرابة الأسبوعين كان هناك عملية تسلل وأصير الجسطين المقاتلين في حزب الله كانوا نحاولون لذرع متفجرات في تلك المنطقة وتحديدا أن هذه المناطق من موقع الراهب إن كانت قبالتهم من الأراضي اللبنانية بل لتعيد الشعب وإن كان من وادي هونيم من اللبنان هذه المناطق كانت هي الخواصر الضعيفة التي حدثت فيها المعارف والتي حاولت إسرائيل التقدم لها في عام 2006 والآن نعم تفضل أكمل أكمل النقطة طبعا هذه المناطق ربما حاول الإسرائيليون في عام 2006 التقدم إلى هذه المناطق طبعا هذه المناطق تعتبر هي مناطق شهدك معارف قاسية من عام 2006 والآن تعودها في المناطق لتدمر بالغارات الجوية بشكل كامل إضافة إلى حال الترفض من الطرفين لأي محاولة تسلل إن كانت من حزب الله أو محاولة تقدم بره من قبل الجانب الإسرائيلي ماذا عن إذا سألنا عن الحاضن الشعبية ديدان لحزب الله ومع هذه الأوضاع الصعبة والقصف الإسرائيلي المستمر هل رصدت أيضا مشاهدات عن موقفهم عن ماذا يتحدثون الآن خاصة أن الكثير منهم استثمر كل أمواله وكل ما يملك في بناء منازل أو يعني استثمارات في تلك المنطقة خاصة بعد 2006 ربع المناطق أصبح كارغة حتى نرى أهم لكن أغلب هؤلاء النازحين الذين اتجهوا من الجنوب لهم أقارب إن كانت من حزب الله أو أقارب في هذه المناطق سقطوا ضحايا للمدنيين سقطوا ضحايا نتيجة هذه الاستهدافات الآن لا يمكن الحديث عن حاضنة شعبية وحالة شعبية في هذه النقاط هذه النقاط تحتاج إلى أن تهدأ المعارك وأن يكون هناك هدنة حتى يتبين واقع الحاضنة الشعبية التابعة لحزب الله إن كانت ستستمر معه أو إن كانت سيتم تعويض هذه الحاضنة إما من دول عربية أو أجنبية أو حتى من قبل إيران وحزب الله نعم أيضا إذا سألناك في أي ساعات تكون القصف القصف الصاروخي للاحتلال الإسرائيلي على مواقع في لبنان أكثر في ساعات الليل أم في ساعات الصباح وبرأيك إلى الآن لماذا هذه الرشقات يعني مستمرة على هذه المواقع هل ستمتد إلى مواقع أخرى حسب ما تسمع أيضا من خلال ما يدور من حولك على أرض الواقع طبعا إلى عدة موجات في الأيام الماضية يعني يكون هناك هدوء نسبي لا يتوقع أحيانا أن تكون الأمور هذه جدا لا يتوقع أن يكون هناك غارة نتفاجأ الطيران وهل هناك تخوف من أن تمتد رقعة الرشقات الصاروخية أو الحديث أيضا من خلال ما تسمع عن اشتياح بري علما أنه مستبعد إلى الآن كنا نتحدث ربعا مسألة الاشتياح البري وتحديث من المناطق التي تذكر في القطاع الأوسط والقطاع الغربي والشرقي هناك تخوف من عملية اشتياح نعم لكن الآن القدرات الصاروخية التي تستخدم هي أصلاح قدرات صاروخية متطورة وتصل إلى مدى أبعد وتحديدا عندما استخدم فادي واحد وفادي إثنين ووصلت إلى حيفا ومن ثم كان قد استخدم صاروخ قادر واحد الذي وصل إلى تل أبيب وأسقطه مقلع داود طبعا ربعا الوضع في هذه المناطق أحيانا تكون حالة الهدوء سائدة نتفاجأ في أن تكون هناك غارة جوية أما من صاروخ عبر طائرة مسيرة لا تسمعين صوتها تكون على ارتفاع مؤمن على ارتفاع عالم أو نسمع صوت طائرة حربية ومثم تقصف المكان الذي تريد استخدم هناك منطقة زبين في مرجعيون تعرضت إلى غارتين أو ثلاث غارات منطقة الخيارة وعلى مبدو أن رقعة الحرب تمتد فأيضا الآن وصلنا خبر عجل يقول بأن هناك خمس عسكريين قتلوا بقصف إسرائيلي على مناطق في ريف دمشق مناطق سيطرة النظام بكل الأحوال شكرا جزيلا لك أحمد القصير مراسلنا من الجنوب اللبناني على هذه المعلومات اضطر اللبنانيون إلى نزوح قصرا من جنوب لبنان خوفا على حياتهم وحياة أطفالهم في تصعيد وصفوه بأنه غير مسبوق ورصدت الأنضول معاناة العائلات النازحة بجمع نبيه بري في بيروت الذي يعد من بين مراكز الإيواء المعتمدة من قبل الحكومة لاستقبال النازحين كنا عم نصلي صلاة الظهر الصباح طلع ضربة إنها بسيطة خير إن شاء الله ضربة مرقة بعد شواء بلش الكسف يلا يلا إنها تيرم صلاة الظهر تقريبا عم نصلي صلاة الظهر وطلع الكسف لأن حتى صلاة العصر مقدرناش نكفيها لأنه كنا خفنا وفزعنا وتوتر كل عصابنا عمالنا حالنا وطلعنا شي ناعش تيرم الصلاة بقينا لساعة ثلاثة الصبح لوصلنا على عبيرو أشي جد منه هنيك كرمال القصف لأن القصف الذي صار علينا كان آسف كتير كان فيه عجاع الطريق أه كم ساعة أخذه تقريبا شي 15 ساعة 15 ساعة 15 ساعة من أنت الشابة في يوم كيف الأرض هلا بالمدرسة وانت تعيش هلأ أجيدة أنا مضع بمضع يخافونه بأي مكان جبت البطانيات ما عندي شي بالمرة ما في شي وين أنت تنعم على الأرض خذون أي شي لسا ما أخذ شي أنا من هون من مرسة لساتي جديدة وسجلت وبعض هلأ بدي ننتقل على المدرسة حذرت منظمة هيومين رايتس ووتش مما سمته خطر الأذى الجسيم الذي تخلفه الغارات الإسرائيلية على المدنيين في لبنان داعية إلى فتح تحقيق دولي بما وصفتها الأعمال العدائية الأخيرة وقالت المنظمة في بيان إن أكثر من ألف غارة إسرائيلية استهدفت مختلف أنحاء لبنان أسفرت عن مقتل المئات وجرح الآلاف في حين حثت مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنطقة لما فقيها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تحقيق مستقل في الانتهاكات الحالية أعرب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي أوتشا عن قلقه من تدفق السوريين واللبنانيين عبر الحدود إلى سوريا مؤكدا أنه لا يمكن تحمل مزيد من حالات الطوارئ الإنسانية وقال بيان مشترك للمنصق المقيم للأمم المتحدة في سوريا آدم عبد المولى والمنصق الإقليمي للملف السوري رامانتين باركنشن إن التطورات في المنطقة مقلقة مرحبين في الوقت ذاته بما سموه قرار النظام السوري بفتح المعابر الحدودية أمام المدنيين القادمين من لبنان فرارا من الأعمال العدائية وأضاف البيان أن الأمم المتحدة تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر وتحجز استجابة فورية لتوفير المياه والمواد الغدائية مؤكدا أن نحو 16 مليون و700 ألف في سوريا بحاجة لمساعدة إنسانية في وقت تسجل فيه الاستجابة نقصا في التمويل ولم تلبي سوى 25% من المتطلبات المالية نعى حزب الله اللبناني القائد العسكرية بالحزب محمد حسين سرور بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي اغتياله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت وقال الحزب في بيان إن سرور شارك في العديد من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي وإنه كان من الضباط الأساسيين وشارك في العمليات العسكرية في المحافظات السورية وأشار إلى أن سرور تنقل بين عددا من الاختصاصات العسكرية وتولى مسؤولية القوى الجوية في الحزب منذ عام 2020 إلى أن قتل أمس في الغارة الجوية الإسرائيلية قال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو قصف نحو 220 هدفا لحزب الله في لبنان يوم أمس وأضف أن الأهداف شملت مواقع للبنية التحتية ومنصات تم إطلاق قذائف منها باتجاه إسرائيل وعناصر من حزب الله ومنشآت لتخزين الأسلحة في الأراضي اللبنانية وتابع بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يواصل العمل على تقليص وتفكيك القدرات الإرهابية والبنية التحتية لحزب الله نقلت صحيفة وولستريت جورنال شهادات من ضباط وجنود إسرائيليين عن مؤشرات متزايدة على استعدادات من قبل قادة الجيش لتنفيذ حملة برية على لبنان وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إن الضربات الإسرائيلية العنيفة والتي تأتي في وقت تستمر فيه إسرائيل في تعزيز قواتها بالشمال بالإضافة إلى تأكيد رئيس أركان الجيش هيرسي هاليفي إن قواته تستعد لدخول محتملاً إلى لبنان هي مؤشرات لحرب برية وأضافت الصحيفة الأمريكية أن إعلان الجيش الإسرائيلي استعاء لواء من الاحتياط كجزء من استعداداته لمزيداً من القتال ضد حزب الله يعزز من احتمالية الهجوم البري ومن بيروت تنضم إلينا مراسلتنا مايا هاشم مرحباً بك مايا حدثينا عن صباح اليوم كيف هي الأوضاع لديك بداية وكيف كانت الليلة الفائتة نعم ربع الحال على ما هو عليها التصعيد سيد الموقف على الرغم من أن تفاوت الغارات التي يشنها جيش الاحتلال بين الحين والآخر وتشتد وطيرتها بين حين وآخر إلا أن الجنوب اللبناني هو بالشكل مباشر مستهدف من قبل جيش الاحتلال إذ أن الغارات استهدفت العديد من القرى والبلدات الجنوبية ديرنطار والبزورية والحوش وبرج الشمالي والنبطي وأيضا بالقرب من مدينة سور العباسية وأيضا قرى وبلدات كثيرة أيضا كان جيش الاحتلال قد أوصل غاراته إلى العمق اللبناني وإلى البقاع فالوضع على ما هو عليه ربا التصعيد سيد الموقف على الرغم من الحديث بمكان ما عن نداء أمريكي أوروبي عربي مشترك لوقف إطلاق النار لـ 21 يوما أيضا ربا دعيني أتوقف عند قلق لدى اللبنانيين كان قد قال رئيس المجلس النيابي نبي بري أن الـ 24 ساعة عن أمس الأول وهو يقفض يوم أمس تحديدا أن الـ 24 ساعة ستحدد مصار ومسير لبنان ما إن كان ستذهب الأمور نحو هدنة أو أن ستسير الأمور بشكل تصعدي ها قد مر على اللبنانيين 24 ساعة وبالتالي لم تتضح الأمور وكيف يتعامل اللبنانيون مع هذا الموضوع الآن مع الأوضاع كيف هي حياتهم وخاصة أن رقعة الحرب تتسع منذ قليل كان هناك قصف على ريف دمشق وتم قتل خمس عسكريين من قوات النظام فكيف يتعامل اللبنانيون مع أوضاعهم في لبنان الآن؟ نعم الأوضاع صعبة جدا ربع وخاصة نحن نتحدث عن ما يقارب بحسب الداخلية اللبنانية أكثر من ثلاثمائة ألف نازح من قرى وبلدات جنوبية والبقاع باتجاه مناطق أكثر أمنا وأمانا تم استيعاب منهم سبعين ألف فقط بحسب الداخلية ببراكز موزة على خمسمائة وثلاث وثلاثين مركزا هذه الإحصاءات بحسب يوم أمس اليوم حتما هي ستزداد لأن الأتسترادات لا تزال مقفلة الزحمة على الطرقات بشكل كبير جدا يوم الخامس على التوالي لا تزال حركة النزوح مستمرة وبكثافة جدا البعض يبيت ليلته في الطرقات وفي العراء لعدم قدرتهم على استئجار منازل حيث أن الأسعار قد تضاعفت هل هناك حركة نزوح أو خروج من اللبنان لغير المناطق يعني السكان المناطق التي تقصف هل رصدتم أيضا أن الناس يريدون أن يخرجوا من اللبنان تخوفا من أن تكبر رقعة الحرب نعم فعلا أعداد المسافرين بحسب البيانات المطار يعني بلغت ذروتها بعد بعض الاسهداف الإسرائيلي بشكل مباشر وبشكل دقيق أكثر منذ خمسة أيام حتى اليوم أيضا البعض من اللبنانيين توجه إلى سوريا وهذا السيناريو روبا يذكرنا بحرب تموز وهناك أرقام تتحدث عن 27 ألف لبنانيين كانوا قد توجهوا إلى سوريا منهم 13 ألف وخمسمائة من اللاجئين السوريين الذين قرروا العودة حتى إشعار آخر إلى سوريا بسبب الغارات والقصف الإسرائيلي المستمر وأيضا عذرا روبا دعيني أتوقف عند حتى الدولة لم تقم بتجهيز الملاجئ وبالتالي اللبنانيين يعانون خاصة النازحين من القرى والبلدات الجنوبية والبقاع التي تشهد بشكل كثيف غارات إسرائيلية يعانون من هذه يعني من يتسألون أين سيذهبون ويتسألون إذن لم يكن هناك خطة طوارئ يعني خلال الفترة الماضية من قبل الحكومة ولم تجهز الملاجئ وهنا أريد أن أسألك ماذا أيضا عن الحاضنة الشعبية والمؤيدة لحزب الله في ظل هذه الأوضاع من خلال مشاهداتك في بيروت كيف يتعاملون مع ما يحدث يعني ربا ماذا أقول لك البعض يقول أن هذه الحرب فرضت علينا البعض الآخر يقول يلب النداء في ذات التسام بالآراء كالعادة نعم طبعا الانقسام سيد الموقف على الرغم ربا دعيني أشير إلى أن العديد من اللبنانيين حتى الذين يختلفون مع سياسة حزب الله يتعاطفون بطريقة إنسانية مع النازحين ويقومون بالواجب لمن قدر له وطبعا لمن استطاع لذلك سبيل لأن الظروف الاقتصادية لدى اللبنانيين صعبة جدا ولكن شهدنا في العديد من المناطق اللبنانية التي لا تؤيد سياسة حزب الله يتم استقبال النازحين الذين أتوا من كل حدب والصوب من المناطق اللبنانية التي تشهد قصص مستمر وبالتالي العائلات في مختلف المناطق تقدم لهم المساعدات تقدم لهم المأوى حسب قدرتها وحسب استطاعتها هذا موقف إنساني ربا وأيضا الحاضنة ماذا عن معنوياتها وخاصة تم الإعلان ونعي محمد حسين سرور القيادي في حزب الله اليوم من قبلهم وبعد تصفية معظم قياداتهم كيف أيضا معنويات الحاضنة ومن خلال ما تجاهدين سواء من النازحين أو من الموجودين في بيروت دعينا أقول ربا أن هناك فعلا حالة تململ على الرغم من أن التصعيد الذي يقوم به جيش الاحتلال بشكل مكثف يعني اليوم الخامس على التوالي وبالتالي هي أيام قليلة ولكن هناك تململ في هذه البيئة على اعتبار أن أيضا إذا ما أردنا التحدث عن التجهيزات اللوجستية حتى أن حزب الله لم يهيئ للبيئة الحاضنة ملاجئ لإيواء هذه البيئة التي تؤيد والتي تناصر حزب الله وبالتالي هناك طبعا بمكان ما تململ التخوف لدى الجميع ليس فقط من بيئة حزب الله ولكن على وجه الخصوص من بيئة حزب الله من أن تمتد إلى وقت كبير هذه الأزمة وأن تذهب الأمور وتصبح دون ضابط إقاع وبالتالي هم بطريقة إذا ما أردت أن أقول لك حتى الضحية الجنوبية باتت خاوية على عروشها ليس بها ناس وبالتالي خاصة بعد الاستهدافات المتكررة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي لقادة الردوان ويوم أمس أيضا الغارة التي استهدفت الضحية الجنوبية لبيروت وأدت إلى مقتل القيادة في حزب الله محمد السرور وبالتالي الضحية أصبحت شكرا جزيلا لك نعم شكرا جزيلا لك مايا على هذه المعلومات والإضافات كنت معنا مراسلتنا مايا هاشم من بيروت أعلنت تل أبيب أنها اعترضت خارج حدود إسرائيل صاروخا من نوع أرض أرض أطلق من اليمن مبينة أنها استخدمت في ذلك منظومة الدفاع الجوي أرو هذا وأعلن الإسعاف الإسرائيلي إصابة 18 شخصا من جراء تدافع في أثناء توجههم إلى الأماكن المحصنة بعد انطلاق سفارات الإنذار في تل أبيب بعد رصد الصاروخ واضطرت إدارة مطار بنغورين الذي يقع قرب تل أبيب لإيقاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات لفترة وجيزة بعد تفعيل أنظمة الإنذار تل أبيب واللعت تل أبيب واللعت أهضو 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 أذكاب ابن أبراك تل أبيب واللعت تلا أبيب واللعت اشتركوا في القناة اعلنت ما تسمى المقاومة الاسلامية في العراق انها هاجمت للمرة الثانية خلال ساعات اهدافا في الجولان السوري المحتل وقال الفصيل العراقي المدعوم من ايران انه هاجم بالطيران المسير اهدافا اسرائيلية في الجولان اسنادا لفلسطين ولبنان وفق البيان وعبر الهاتف تنضم الينا مراسلتنا ريم العمري من القدس المحتلة مرحبا بك ريم لنتحدث عن اخر المعلومات والتطورات لديك خاصة قصف مواقع للنظام وقتل خمس عسكريين في ريف دمشق ماذا يدور في الاوسط السياسية في تل ابيب نعم هي ربا حقيقة ليلة حامية كانت الليلة الماضية وفجر هذا اليوم الجمعة رشقات صاروخية كبيرة ومتبادلة ودعيني ابدأ من هذا الخبر بالغارات التي استهدفت موقعا عسكريا بريف دمشق حقيقة الخبر قبل دقائق تم الاعلان عن مقتل خمسة عسكريين بهذه الغارات التي قام بها الاحتلال بريف دمشق وكما اعلنت وزارة الدفاع السورية تم قتل خمسة عسكريين بهذه الغارات هي ليست المدى الاولى التي تشن فيها اسرائيل غارات على هذه المواقع وحقيقة بعد الموجة الاخيرة بين حزب الله وبين اسرائيل كففت ايضا اسرائيل من غاراتها على المواقع في الاراضي السورية وتقول انها دائما مواقع عسكرية تابعة لحزب الله وانها تقوم بذلك حتى لا طيب ريم هل يتم الحديث في الوقت السياسة الاسرائيلية او حتى في وسائل الاعلام او من خلال التسريبات انه هناك نية لاسرائيل ان توسع رقعة الحرب الى سوريا لاننا نسمع هكذا تحليلات لكن هل تم تداول هكذا معلومات او تسريبات حسب ما تسمعينه ما تم تداول ربا هو ان اسرائيل لا تريد نقل اي نوع من الاراضي اسلحة من الاراضي السورية الى لبنان او حتى مقاتلين كما تم الحديث والتداول ان هناك ربما سيكون مقاتلون جاهزون للقتال في الجنوب اللبناني لذلك هي تقوم بهذه الغارات استباقيا حتى لا يحدث اي من ذلك قبل هذه الغارة في ريف دمشق هي ايضا قامت بغارة قبل يومين استهدفت الطريق الحدودي بين لبنان وسوريا بغارة كبيرة اطلقت من خلالها الكثير من الصواريخ وتقول اسرائيل انها دمرت جزء كبير من هذا الطريق وذلك حتى لا يكون هناك مجال لنقل اي اسلحة جديدة لحزب الله في ظل الحرب الدائرة هناك بين حزب الله واسرائيل فهي دائما ما تخشى هذا الامر لكن حديث عن انها ستقوم مثلا باستهداف مباشر لهذا الامر او انها لديها اي معلومات حول هذا الموضوع هي لا تتحدث وعادة اصلا الشأن السوري تحديدا والضربات على الاراضي السورية اسرائيل تتكتم عنها بشكل كبير ولا تعطي اي معلومات او تفسيرات لماذا قامت بذلك سوى انها لا تريد التفسير او التبرير الوحيد الذي تقوله دائما انها لا تريد اي امدادات عسكرية لحزب الله من الاراضي السورية او من ايران على الاراضي السورية في موضوع اخر ايضا متعلق بالقصف الصاروخي وبما كنت تتحدثين عنه قبل قليل ربا المقاومة الاسلامية في العراق نفذت عمليتين هذا الفجر ضد اهداف للاحتلال كما تقول وكما يقول البيان الذي اصدرته واحد باتجاه الجولان بواسطة صاروخ الارقب كما اسمته وهو صاروخ كروز مطورة وايضا اخر باتجاه طبرية صباح هذا اليوم ويبدو انه سقط بشكل مباشر ايضا في طبرية وايضا فيما يتعلق بصواريخ رشقة من الصواريخ ايضا وصلت مدينة حيفا في تطور جديد في هذا الامر حيث قبل قليل تم الاعلان ان هذه الصواريخ سقطت في الميناء في حيفا وايضا صفارات الانذار دوت في تل ابيب قرب مطار بنغورين وكان هناك اصابات ما تفاصيل هذا الموضوع ايضا وكيف مرت هذه الليلة على الاسرائيليين هناك نعم كما قلت لكن من اقصى واحمى الليالي كانت فيما يتعلق بهذا الامر استهداف تل ابيب بصاروخ جاء من اليمن هذا الفجر تحديدا عند الساعة الواحدة معني تعاملوا مع الموضوع ضد الحكومة الاسرائيلية هل هناك اصوات تنادي باقاف الحرب لانهم لا يريدوا ان تتوسع الرقعة وتصلهم هكذا رشقات صاروخية انا اتحدث عن كيف تعامل الناس مع ردود الافعال ان رصدت شيئا وان كان لديك معلومات عنها ردود الافعال الرسمية رباب على العكس تماما بعد هذه رشقة من الصواريخ التي وصلت حيفا وايضا تل ابيب من اليمن ومتسمى ايضا بالمقاومة الاسلامية بالعراق نتنياهو اصدر تصريحا قال فيه سنزيد وطيرة التصعيد بالصواريخ والهجوم على حزب الله هي دعوات على العكس بزيادة الهجوم وبزيادة الغرار واصبح خيار كما قيل المناورة العسكرية او الحرب البرية ليس بعيدا يعني هناك حديث اذا عن اشتياح البر لم يعد بعيدا نعم بكل احوال شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك يريم العمري مراسلتنا من القدس المحتلة على هذه المعلومات كنت معنا عبر الهاتف قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يامين نتنياهو ان فريقه عقد اجتماعا لمناقشة مبادرة وقف اطلاق النار الامريكية وضاف نتنياهو ان حكومته ستواصل المناقشات حول المبادرة في الايام المقبلة مشيرا الى انه يتفق مع اهداف المبادرة لتمكين عودة سكان الحدود الشمالية مع لبنان وسبق ان قال مكتب نتنياهو انه لم يرد على المبادرة التي تدعمها الولايات المتحدة ودول اوروبية وعربية ذكرت الخارجية الامريكية ان الوزير انتوني بلينكين بحث مع وزير الشؤون الاستراتيجية الاسرائيلي رون ديرمر اهمية توصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار مع حزب الله وقالت الخارجية ان بلينك لان اكد لديرمر على ان التصعيد سيعقد عودة المدنيين الاسرائيليين الى بيوتهم وان واشنطن ما زالت تعتقد ان الحال الدبلوماسي هو الاقرب لتجنب مزيدا من التوترات في المنطقة في غضون ذلك اكد مستشار الامن القومي الامريكي جون كيربي مواصلة العمل على التوصل لوقف اطلاق النار مؤقت في لبنان لمدة 21 يوما بعد انباء متضاربة بشأن الموافقة الاسرائيلية على المقترح دعا وزير الخارجية اللبناني عبدالله ابو حبيب الى تطبيق المقترح الامريكي الاوروبي لوقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله وقال ابو حبيب في كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة نجدد التمسك بضرورة تطبيق القرار 1701 فهو ضروري ليس لامن لبنان فقط ولكنه ضروري ايضا لامن اسرائيل واضف انه بدلا من عسكرة الصراع يجب التوصل الى حلا دبلوماسيا للازمة ولن يكون هناك سلام في المنطقة دون تطبيق حل الدولتين ونرحب الان بالدكتورة تمارة حدادة الاكاديمية والباحثة السياسية في الشأن الاستراتيجي من رام الله مرحبا بك سيدة تمارة ماذا تخبئ الان اسرائيل بهذه المبادرة التي يوم امس تناهن يقول لم يرد مكتبه او انهم غير موافقين عنها والتصريحات السياسية كانت رافضة لها اليوم على ما يبدو هناك نوع من الليونة ما تقديرك بهذا الموضوع؟ هل ستمر هذه المبادرة للهدنة؟ صباح الخارج صباح نور تحياتي لكم ورحمةكم الكريمة أعتقد أن نتنياهو ما زال يستخدم في سياسته الهجومية المتعلقة بالتصعيد التدريجي حتى تضغط على المقاومة اللبنانية أو يضغط على حزب الله حزب الله حتى هذه اللحظة لا يوافق على أي مقترح بما يتعلق التعادي عن بعد نهر الليطان الأكثر من 10 كيلويتر لكن هناك تحدي أو تعمل من قبل إسرائيل وأن هناك أكثر من شرط حتى يتم عودة النازحين أو المستوطنين إلى أماكن سكنهم هذه العودة لا تتأثى إلا بترتيبات أمنية جديدة وفق الشروط الإسرائيلية وفق الإملاءات الإسرائيلية أعتقد أن هذه المبادرات التي تم تقديمها سواء كان الوليات المتحدة الأمريكية أو الفرنسية لها علاقة بكسب الوقت لمعنى ما زال حتى هذه اللحظة أن هناك تقاطع أمريكي إسرائيلي بتحقيق الأهداف وهي عودة النازحين إلى أماكن سكنهم لكن بهذه الشروط الصعبة انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني وموضوع السلاح وقدراته العسكرية يعني هي شروط يصفها البعض بأنها غير قابلة للتطبيق وبالتالي أن هذه المبادرة أو هذه الهدنة أو هذه المفاوضات لن تبصر النور أصلا نعم هذا صحيح هناك لا توجد هناك أي جدية حقيقية من نيتنياهو لقبوله بهذه المبادرات في سياقها فقط لقصر بالوقت يريد نيتنياهو أن يستخدم كما تم استخدامها في سياسة أو التعامل مع إدارة قطاع غزة وهي في عملية إطالة الحرب حتى يتم تنفيذ الأهداف هذه الأهداف هي لا تتحقق ولكن يريد أن يحققها عن طريق القصف الجوي عن طريق سياسة الأرض المحروقة سياسة الأرض المحروقة كما حدث في قطاع غزة النزوح القصري سيضغط على اللبنانيين أن يتم عملية نزوحهم بشكل قصر أصبح حتى هذه اللحظة قرابة 250 ألف نازح لبناني من أماكن سكناهم سوف يستخدم القصف الجو بشكل مستمر وإذا لم ينجح الخيار الحربي المتعلق بالقصف الجوي وسياسة الضربات المستمرة من قبل إسرائيل أعتقد أن حزب الله صحيح سوف يواجه الرد على هذه الضربات والآن نازال يحافظ على قواعد الاشتباك المستقبل حتى هذه اللحظة يحافظ عليها حتى لا تتطور إلى حرب إقليمية أو مفتوحة أو بالأحرى مفتوحة بالإقليمية إيران لن تتدخل وباعتقد أنه لن تتدخل لكن الحرب سيدة تمارة أصبحت واسعة وأصبحت شبه مفتوحة في لبنان غزة منذ عام تقريبا وهي تباد ومتوسعة رقعة الحرب أساسا ليست بالضيقة لكن الآن أيضا البعض يتحدث عن اجتياح بري وهناك تخوف من أن تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلية بالاجتياح البري برأيك هل هذا يبقي قواعد الاشتباك إذا وصلت الأمور إلى الاجتياح البري حتى هذه اللحظة أن قواعد الاشتباك هي توسعة لا نشير لها أنها هي منضبطة أو هناك حسابات منضبطة في أي خطأ ما بالفعل هي حرب دخلت مؤشراتها وعطيتها الحرب المفتوحة لكن في عملية أن حتى هذه اللحظة الخيارة التي يستقيمها الكيان الإسرائيلي هو التصعيد المتدرج إذا لم ينجح التصعيد المتدرج أي أن يضغط على حزب الله أن يبتعد إلى بعد نهر الليطاني أو يحقق شرط أو بنت 1701 أعتقد أن خيار الدخول الفري سوف يكون قائما قد يكون هذا الخيار حتى هذه اللحظة صعب قد يكون على الجيش الإسرائيلي وضباط الجيش النظامي والإحتياط لكن هذا الخيار مطلع حتى يكون هناك تنفيذ وما هي خيارات حزب الله برأيك بهذه الحالة؟ حزب الله حتى هذه اللحظة مازال منضبطا نظرا أن الإيرانيون غير معنيون أن حزب الله يستخدم كافة الصواريخ الباليستية أو عملية تطور في استخدامه حتى لا يتم عملية استخدامة ريعة للدخول الفري ولكن إسرائيل الآن أصبحت أكثر تحمسا لا يجد لديها أي راتع بالعكس الوليات المتحدة الأمريكية هي تتقاطى حتى لو كان هناك إعلاميا أن هناك مبادرات لكن في نهاية المطافة أمريكا هي ملتزمة بالدفاع عن أمن القوم الإسرائيلي حتى لو كان هناك تنصيق ما بينها الجبنة الحوثية اليمنية أعتقد هذا التنصيق لا يتأتى بأن يضغط على إسرائيل أن تتوقف عن دخولها البري إن كان هذا الأمر أحد الخيارات حتى تنفذ إسرائيل أهدافها حزب الله حتى هذه اللحظة يعول على دخول إيران أعتقد إيران لن تدخل بالعكس الرئيس الجديد هو أن يحسن علاقاتها مع الغرب وبالإضافة أن إيران لن تتخلي برنامجه النووي أو أمري التوسع يعني دكتورة مرة في هذه الظروف عن الحرب هنا هذه مشكلة كبيرة حقيقة الولايات المتحدة تدافع عن الاحتلال الإسرائيلي وهمها الأول هي حماية أمن إسرائيل لكن إيران البعض يقول أنها تخلت عن حزب الله في هذه الظروف الصعبة جدا من أجل مصالحها ومنها الملف الإيراني الذي عاد ليطفو على الصفحة الآن ويضع على الطاولة في الوقت الذي بعد شهر تقريبا الانتخابات الأمريكية قادمة يعني حتى لو تم أي شيء حديث عن الاتفاق النووي ليس هذا الوقت المناسب لنقاشه صحيح سؤال مهم جدا لذلك إيران حتى هذه اللطة هي تستخدم الأوراق الاستخدامية كما استخدمت حركة حماس حتى تلهي إسرائيل عن برنامجها النووي وأيضا تستخدم حزب الله من أجل أن تحسن شروط الاتفاق النووي هي تعتقد أن إيران في الفترة الحالية بوجود بايدن قد يكون هناك برنامج نووي أو اتفاق نووي يتلاءم مع المصالح الاقتصادية والسياسية الأمنية إيرانية إيران هي لا تنظر بواقع أن المستقبل القادم قد يكون هناك وجود أحد الشخصية حتى لو جاءت هاريس هاريس لن ترفض السياقات الدولة العامقة الدولة العامقة الأمريكية لا تقبل بأي عملية تفاوض مع إيران. الآن هناك حسم ما بين الإسرائيليين والأمريكان أن لا يكون هناك برنامج نووي ينافس الواقع الإسرائيلي لذلك إيران تقرأ الواقع السياسي والحرب الميداني بشكل خاطئ. تعتقد أن استخدامها لحزب الله وأن تتركها من أجل أن تحسن واقع تفاوضها هي تقرأ بقراءة خاطئة. ونهيك أن إيران مستعدة أن تتخلى عن حزب الله من أجل مصالحها وأيضا من أجل محفاظ على توسعها في المنطقة السورية اللبنان وعرق بالإضاءة إلى المنطقة ألم تتخلى إلى الآن حسب رأيك بعد كل هذا ألم تقريبا حزب الله تم تصفية كل واغتيال كل قياداته تقريبا لا تعتبر تخلت الآن؟ طبعا هي تخلت إذا تحدثنا بقراءة ميدانية واقعية. إسرائيل الآن يقامت بقتل عديد من الكوادر لحزب الله. قتلت العديد من كوادر أيضا قوة الردوان. حتى لمستوى قتل بعض الكوادر الحرس الثوري. هناك أيضا الشخصية التي أرادت إيران أن تدافع أو ترد على قتل إسماعيل هنية في عقر دارها في قلب طهران هي لم تقم بعملية الردية تشير عبر الإعلام. سوف نرد سوف نرد سوف نرد. لكن ميدانيا واقعيا هي لا ترد. الآن هي تريد أن تحسن شروط التفاوض في متعلق البرنامج. أنه من خلال أن يكون هناك نوعا ما من حالة الاستمرار في حالة الاستنزافية. إسرائيل أوقفت حالة الاستنزاف. الآن وصلت إلى مرحلة الهجوم. هذه مرحلة الهجوم يعني تعبر عن واقع أن الراع الحالي إسرائيل تريد أن تحسنه أنها لا تريد أي وجود أذرع إيران في المنطقة يحاطب تهديدات للواقع الإسرائيلي. وأيضا نتنياهو عيده الآن على البرنامج النووي. ليس فقط على عينه على تقويد أذرع إيران مثلا بالحركات حماسة حزب الله أو الحركات الأخرى. أيضا عينه الآن على البرنامج النووي. بمعنى أن تقوده أن لا يصل إلى العتبة النووية. هذا ما يفكر به نتنياهو. نتنياهو ليس فقط نتنياهو أيضا يقوم بهذه الحروب هو قام بحرب الإبادة على غزة لتقريبا عام. وكان فقط هدفه سياسيا ليبقى في الحكوم وليحمي نفسه. الآن فتح معركة أخرى مع حزب الله في جنوب لبنان على مبدو أنها أكسبته تأييدا شعبيا. لكن إلى متى يستطيع أن يستمر بفتح هذه الجبهات كي يحمي نفسه سياسيا وليكي يحافظ على ائتلافه الحاكم وحزبه اليمين المتطرف مؤيد لما يقوم به. نتنياهو حتى هذه اللحظة وجدها ودمن أجندته ودمن الحكومة اليمينية الاتلافية متمثرة من كتير واسمونتراتش وغيرهم. كلهم متفقون حتى على مستوى المعارضة الإسرائيلية. متفقون على فتح جبهة مع حزب الله. الواقع في قطاع غزة صحيح. بعض المعارضة معنية بتحقيق صفحة من أجل إخراج الرهائن ثم استئناف إطلاق النار على أرض قطاع غزة. بمعنى أرض قطاع غزة الآن لا يوجد لديهم أي نوع من التفكير في اليوم التالي. بمعنى أن الواقع الإسرائيلي يفرط الفرض الأمر الواقع على أرض قطاع غزة من خلال إعادة الاحتلال مباشر والغير مباشر. وأيضا أخذ جزء كبير من أرض قطاع غزة الشمال ويحولها إلى مستوطنات وإيجاد قواعد عسكرية وأمنية في هذه المنطقة. بالإضافة إلى الحفاظ على وجود إسرائيل على محور فردنفيا. بالإضافة الممر نتسري. فيما يتعلق المنطقة الشمالية أيضا سوف يفرض أمر واقع بوجود التحالف الأمريكية وبعض الدول الغربية. وبالإضافة صحيح قد يكون هناك شعبيا نوعا مع بعض الأصوار تريد وقف هذه الحرب. لكن الشارع الإسرائيلي بدأ الآن يتجه نحو كليا إلى اليمين الأكثر تطرفا. وهم معهم نتنياهو في سياق استمرار حرب تحديدا حتى يتم إبعاد حزب الله المباعد نار الليطاني ويكون هناك نوعا مع من أمن واستقرار في المنطقة الشمالية وإيجاد منطقة آمنة عازلة في المنطقة الشمالية. أعتقد أن القاعدة الشعبية اليوم تحولت إلى الوصول إلى القاعدة الانتخابية التي يريدها نتنياهو. وهي أن يعزز أصواته الانتخابية. نتنياهو لن يشير إلى وقت الانتخابات المبكرة إلا بالتعزيز والتأكد أنه سوف يعود حلبة السياسية. إذن نتنياهو لديه في شهر 12 ديسمبر الثاني من ديسمبر هذا العام الجاري. محاكمات الفسد. لذلك الآن سوف يطيل الحرب في الشمال أول جنيه. حسب رأيك دكتورة مرة هذه الحرب التي توسعت. ستستمر ربما لا نعرف إلى متى؟ أو إلى متى ستستمر حسب تقديرك؟ وأيضا في سؤالنا الأخير مع الاستهدافات الإسرائيلية لحزب الله. إلى أي مدى حزب الله قادر أن يستمر بوضعه الحالي؟ إلى أي مدى قدراته العسكرية ما زالت موجودة؟ أم أنها تدمرت تقريبا بشكل شبه كامل؟ كده تحدثنا بكل واقعية. ما زال لدى حزب الله بعض الأمور العسكرية كواقع عتادي أو سلاحي. لكن كواقع بشري ميداني. فقط الكثير من القيادات التي تساعد نوعا ما من معرفة الأسرار. ونهيك أن حزب الله لديه بعض الاختراقات الأمنية بين الصفوفين. هذا الاختراق الأمني لا يساعده نوعا ما من التخطي أو يجابه إسرائيل. نظرا أن هذا التخطي أو الاختراق الأمني ينعكسه سلبيا على طبيعة العمل. نظرا أن هذا الاختراق الأمني غير معلوم تماما. غير معروف. كيف سوف يتم عملية معرفة تقليل أو تقويض هذه الاختراقات. نظرا أن حتى هذه اللحظة هيكلية أو ترتيب الهيكلية بإيجاد قيادات أخرى يعني غير أنه تم اغتيالها أعتقد بحاجة إلى وقت. سوف يستمر في حالة أفية الحالية حتى يتم ترتيب أوراقي. وإن تم ترتيب أوراقي تكون إسرائيل قد تحققت نوعا ما من الأرض المحروقة أو إبعاد المواطنين عن بعد هذا ما يريد هو نتنياهو. شكرا جزيلا لك الدكتورة تمارة حداد الأكاديمية والباحثة السياسية في شأن الاستراتيجي. كنت معنا من رام الله. أصدرت الشرطة النرويجية طلبا دوليا للبحث عن مواطن نرويجي من أصل هندية على صلة ببيع أجهزة البيجر إلى حزب الله اللبنانية. واختفى المواطن رينسون فوسا في أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وهو مؤسس شركة بالغارية ذكرت تقارير أنها جزء من سلسلة توريد أجهزة البيجر. ومن جهتها قالت الشرطة النرويجية أنها تلقت بلاغا عن شخص مفقود فيما يتعلق بقضية البيجر. مشيرة إلى أنها فتحت قضية بشأن أشخاص مفقودين وأرسلت مذكرة دولية للبحث عن الشخص. أغلق النظام السوري قبل أيام. مكتب تجنيد لحزب الله بالقرب من مقام السيدة زينب بري في دمشق. وقال مصدر أمني لموقع تلفزيون سوريا إن النظام أغلق المكتب لأنه في وضع لا يسمح بفتح جبهة جديدة. منتخوفا من أن تؤدي المواجهات مع إسرائيل إلى تصعيد يطول منطقة الجولان. ما قد يفرط عليه إعلان التعب العامة. وأوضح المصدر أن النظام يزعم وجود مؤشرات على نية الفصائل والتنظيمات في المناطق الخارجة عن سيطرته. لاستغلال الأوضاع في المنطقة. وشن هجمات تجاه مواقعه. حذر الائتلاف الوطني السوري من توجيهات نظام الأسد. بتسهيل دخول عناصر حزب الله اللبناني وأسرهم إلى سوريا. في سياق استكمال مشروع التغيير الديمغرافي الذي بدأه النظام وإيران منذ سنوات. وأشار عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري محمد سليم الخطيب. لأن استقبال اللاجئين المدنيين اللبنانيين ممن لم يشاركوا في ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق السوريين. هو عمل إنساني. لن يتوانى عنه أي سوري. كما فعلوا عدة مرات مع مواطني كل الدول التي مرت بلداتهم عبر التاريخ بأزمات وحروب. وأبدى تخوفه من أن يستغل النظام الأسد العدوان الإسرائيلي على لبنان من أجل توطين عائلات ميليشيا حزب الله وتعزيز وجوده العسكري في سوريا. قتل ما لا يقل عن أربعين فلسطينيين بغارات إسرائيلية على قطاع غزة. أسفرت إحداها عن مجزرة بحق نازحين في مخيم جباليا. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن نساء وأطفال قتلوا في مجزرة مدرسة حفصة التي استهدفها القصف الإسرائيلي. مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على عدد من الضحايا. كما أفاد الدفاع المدني في غزة باستشهاد رجل وزوجته وطفليهما من ذوي الإعاقة في قصف إسرائيلي على منزلين في جباليا البلد الشمالي القطاع. أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إطلاق تحالف دولي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. لافتا إلى أن الاجتماع الأول سيعقد في الرياضة. وذكر بن فرحان خلال اجتماع وزاريا في نيويورك أن تحالف إقامة الدولة الفلسطينية نتاج جهد أوروبي وعربي مشترك. وأضاف أن التحالف سيضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المشتركة لتحقيق السلام المنشود. وفق تعبيرها. وسبق أن قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بلاده لن تطبع مع إسرائيل قبل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية. أكد وزير الدفاع الإسرائيلية تلقي تل أبيب حزمة مساعدات أمريكية تقدر بثمانية فاصلة سبعة مليار دولار أمريكي في إطار ما سماها دعم جهودها الحربية الحالية والحفاظ على تفوقها العسكري النوعي في المنطقة. هذا وتشمل الحزمة ثلاثة مليارات ونصف المليار مخصصة لمشتريات أساسية تتعلق بالمجهود الحربي. وخمسة مليارات فاصلة اثنين مليار مخصصة لأنظمة الدفاع الجوي بما في ذلك منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ ونظام ليزر متطور موسيقى 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 مشاهدين ألقاكم على رأس الساعة في تغطية عن السويداء موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة